الاستقلال السوداني في العام 1956 لم يكن بداية الحياة البرلمانية والانتخابات التعددية فحتى قبل ان ينال هذا البلد العربي الافريقي استقلاله عن الحكم البريطاني كانت العملية السياسية قد شقت طريقها بل وبدت واعدة في ظل الدينامية التي اظهرتها الاحزاب السياسية التي كانت تمثل خليطا بين الانتماءات الجهوية والتقليدية وبين الاتجاهات العقائدية الحديثة ولسيما جماعة الاخوان المسلمين والحزب الشيوعي السوداني ففي انتخابات سبقت نيل الاستقلال بثلاث سنوات وشاركت فيها خمسة احزاب سياسية تمكن الحزب الوطني الاتحادي الذي كان يميل الى الاتحاد مع مصر ويعتبر الخصم الابرز لحزب الامة من ان يحوز اغلبية المقاعد هذه الانتخابات طبعت مرحلة استمرت خمسة سنوات شهدت انسحاب القوات البريطانية من السودان وبروز الجيش السوداني كمؤسسة مستقلة عن سلطة التاج البريطاني وفي العام 1958 جرت انتخابات برلمانية فاز فيها حزب الامة باغلبية المقاعد لكن تفاقم الخلافات بين الاحزاب على حكم البلاد وظروفا اخرى اكثر تعقيدا دفعت بنائب القائد العام انذاك الفريق ابراهيم عبود لان يفتتح عصر الانقلابات العسكرية قبل ان تطيح به ثورة شعبية في العام 1964 ثم تنظم انتخابات برلمانية بعد عام من ذلك حصد فيها حزب الامة اغلبية المقاعد رابع انتخابات تعددية كانت في العام 1968 حصد فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي على اغلبية بفارق ضئيل عن حزب الامة وكما بعيد الانتخابات البرلمانية الثانية تلا هذه الانتخابات انقلاب عسكري قاده الرائد جعفر النوميري الذي حاول في بداية حكمه طرح شعارات عروبية متقربا مما كان يعتبر زعامة العالم العربي انذاك ممثلة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر وسرعان ما دخلت البلاد في حكم عكري فردي اخذت قضته تشتد ولم تنجح محاولة الانقلاب العسكري في العام 1971 والتي قاضها ضباط شيوعيون ففشلت المحاولة واعدم الضباط بعد محاكمة عسكرية تدرج حكم النوميري وغابت التعددية السياسية واتسمت سياسته بالفردية قبل ان تطيح به في العام 1985 ما تشبه الثورة الشعبية مدعومة من الجيش الذي تحرك واقام سلطة انتقالية وسلم البلاد الى حكم منتخب ديمقراطيا بعد عام واحد ففي انتخابات 1986 حصل حزب الامة على اغلبية المقاعد بفارق ضئيل ايضا لم تؤهله للاستمرار في الحكم منفردا فتشكلت عدة حكومات ائتلافية هذه كانت اخر انتخابات تعددية يشهدها السودان قبل الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عمر حسن البنبير في العام 1989 وائل الحجار بي بي سي الانتخابات تقوم في مواعيدة